اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة ربنا يرحمنا منكو يا اخي ربنا يرحمنا من قلة الادب اللي احنا بنشوفها والله ولا واحد اهلاوي من اصغر واحد لا اكبر واحد يقبل بالكلام ده والله هتكلم على المكالمة الاولانية اللي بيقولك كرسي وشمسية يا اخي ما هم جزء من جمهور النادي الاهلي هو ربنا كل واحد حد قادر يعمل عضوية وحد مش قادر يعمل عضوية لكن كلنا بننتمي للنادي الاهلي لما انا طور جوا نادية بقى كرسي وشمسية لما انا طور جوا نادية واعد في مكان محترم بقى كرسي وشمسية مش انا قلتلكم كرسي وشمسية دول على العموم دلوقتي اللي احنا انا كواحد منهم الكل المجموعتين واللي نزلين مستقلين بيجوا لي عشان اسمع البرنامج واشوف مين حيفيد النادي الاهلي اكتر عشان اديله صوتي عشان دي مسئولية 80 او 70 مليون اهلاوي واوعد زايد على ال72 انتو تعرفوا ايه عن ال72 كل واحد يدخل يقولنا تستدعوا الجماهير وقت منتو عاوزين واحد يجيب سرطة ال72 على لسانه في مداخلة انتو ما تعرفوش حاجة عنهم ما تعرفوش قصرهم اتعامل معهم ايه ومردوش عشان عندهم عزة نفس اوعد زايدوا عليهم اوعد جبوا سرطهم ملكمش دعوة بيهم سبوهم في حالهم ما تربطوش المواضيع ببعض عشان انتو ما عشتوش القلم انتو شوية هقصين والله العظيم دي الحقيقة انتو شوية هقصين يقولك احنا جمهور الاهل احنا ال72 اوعدغمة والمداخلات المضروبة دي والله مبوزة الاعلام ادخل اضرب اشتم واقولكو على حاجة عشان اقولكو نقطة مهمة انتو ما عشرتوش الكابت المحمود الخطيب اتشرف اللي انا كنت موجود حوالي 12 سنة معا واقسم بالله الكابت المحمود الخطيب لما يشوف الكلام ده هيبقى بالنسبة له غير مقبول بالمرة لكن رئيس تحرير بعملين نفسهم فيلم بواضح اه مش عارف ايه ده معنا محمد مش عارف مين وبيعمل ايه ينفع ينفع الانتحطات يقول على حد داخل النادي الاهلي بلاش منصب ده رئيس التحرير في الحملة بتاعت الكابت المحمود الخطيب رئيس التحرير البرنامج ده يقول على منصب داخل النادي الاهلي ايا كان حتى لو قد كده يقول مريض نفسي ده انحطات اعلامي والله ما ينفع اقولها غير كده دي قلة ادب عاوزيني اقول ايه طيب قولولي واقول انتو الكلام ده بيعدي عليكم مرور الكرام وفيه اللي يبقى قاعد مبسوط وفيه اللي يبقى قاعد مبسوط للاهانة ينفع هو ده دفاع عن حد انا بتكلم عن اي حد جوا النادي الاهلي وحتى لو علمه اندس محمود طهر زب نفسه ده مش انحياز ده مش انحياز ده ادب ده ادب ده اخلاق بالمناسبة العلامي اللي مسؤول في القناة دي عمل مداخلة في البرنامج ده اكتر من 22 دقيقة بيكلمني عن واحد ع السوشيال ميديا بيشتم او واحد قاعد في ندوة لما سمعت اهانة الراجل وسمعت اللي انت سامعه ما قلتش عب ليه في بداية المداخلة قلت لا اقبل بالاهانة دي عارفين ليه عشان بعين واحدة عشان البطن فيها جبنة وكتاف عليها حديد مسلوبين الارادة يعاني مش عارفين يقولوا ايه هي دي الحقيقة اللي كله بيخافي يقولها وهو ده الاعلام الصادق ما بتكلمش عن نفسي هو ده الاعلام اللي بيواجه اللي الناس عوزاه وهو ده الاعلام اللي الناس عايزها الحقيقة والاهلي معلمنيش غير كده معلمنيش ابقى مسلوب الارادة وحتى توشي في الارض ينفع اللي انتوا سمعتوه يا اعضاء الجمعية العمومية انتوا بتقولوا هو ده اللي انا كنت بقوله لكم عيب تقول على عضوة كرثي وشمسية النهاردة لكن والله تلت سنين كان بيتقال الكلام ده وما كانش بيتقال عيب اوبا دخل بقى مهدي ولا عطوة ولا عبدالسطار ولا شكري ولا مدام امل ولا نور اقول هملك بالاسم ما احنا عيشنا القصة دي بس ما استجبناش ولا هبة ولا لم يا ما ادخلوا بقى كملوا بقى كملوا الحفلة اللي على النا كفاية بقى ما تسيبوا الاهل وشأنوا يا اخي انتا وهو يا اخي ندفع لكم فلوس الناس اللي دغتاكوا كده يا رجل عيب بقى ده حاجة صعبة جدا من الامانة الواحد خلاص بقى كل يوم عايز ييجي يتكلم بصوا النادوة دي الشياكة دي بصوا الاحترام ده بصوا الكابت المحمود الخطيب الرجل النجمة بصوا المحمود طهر قيمته ومشي عاملة ازاي بصوا ولاد النادي الاهلي عاملين ازاي ونظهر الصورة الحضارية بتاعتنا مش تقولي بطنية ومريض نفسي ده ما طلعش مننا حرف وفي الاخر يجدب يقولك بيهجم الرموز ربنا متطلع ربنا كبير ربنا شاهد ومش هقوله كتر من كده نروح نشوف السندول بعد كده فيه ازاعها ثلاثي موسيقى موسيقى